موسيقى في ملف اليوم أكدت مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية والنظم ببنك السودان المركزي رابع أحمد الخليفة التزام البنك بمواصلة تشجيع المعرفة والخبرة المالية للبنوك في المنطقة لتعزيز الممارسات المالية السليمة للسودان وكشفت لدى مخاطبة افتتاح ورشة العمل الفني حول اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية عن إعداد بنك السودان المركزي لإطلاق مجموعة متكاملة من اللوائح التنظيمية الخاصة باختبار الضغط تهدف إلى التنبؤ المبكر بالمخاطر ومعالجتها موسيقى وتتعرض البنوك والمؤسسات المالية في العصر الحالي إلى مخاطر عديدة ناتجة عن التطورات المتسارعة في مختلف الأنشطة لذلك أصبح لزاما على البنوك أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للحد من آثارها تعزيزا للممارسة المالية السليمة بالبنوك والمؤسسات المالية بالسودان نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورشة عمل فنية حول اختبار الضغط في المالية الإسلامية نحن في إدارات المخاطر دائما كنا بنشتغل بنعمل capital adequacy ratio وال stress testing بس أصبح فيه متطلبات جديدة من لجنة بازل وفيه أبديتس يعني بعد الفينانش الكراش الحصل في 2007 و2008 اتضح أنه السيستمز اللي كنا شغالين بها زمان ما بضغطينا فأصبح فيه متطلبات جديدة نوزين بها liquidity بتاعتنا وال minimum capital adequacy ratio المفروض تكون موجودة في البنوك فالورشة بتاعت الليلة دي هي ثلاثة أيام حنشوف فيها الأبديتس الجديدة وكيف نقدر نحمل بنوك بطريقة أحسن يعني وهدفت الورشة التي استضافها بنك السودان المركزي لتطوير العمل المصرفي بالسودان بتأهيل العاملين بالبنوك وتدريبهم على كيفية إجراء اختبار الضغط بصورة دورية والتنبؤ بالمخاطر تلافيا لها وتحقيقا للاستقرار المالي ويأتي ذلك في إطار مواصلة تشجيع المعرفة والخبرة المالية للبنوك في المنطقة لتعزيز الممارسات المالية السليمة قضية اختبارات الضغط قضيها مجدا وتأتي في قمة قمة مسائل التسيير في البنوك وخاصة البنوك الإسلامية والعربية ونتمنى أن هذه المبادرات الحسنة لعرف بها المجلس البنوك الإسلامية تأتي كل مرة في وقتها لتحديد ضرورة اللجوء إلى التقنيات الحديثة والتقنيات الأولى فيما يخص تسيير البنوك والمؤسسات المالية وتجيء الورشة التي عقدت بمشاركة أكثر من ثمانين مشاركا من عشرة دول يمثلون أهم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة بالإضافة إلى عدد من موثلي السلطات تجيء في ظل تزايد المخاطر المصرفية التي تواجهها البنوك إلى جانب سرعة خطى العلمة المادية وزيادة انفتاح الأسواق المالية والمصرفية ما يجعل الحاجة ملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة المخاطر المصرفية والحد منها ولمزيدنا من التوضيح ورحموا بضيفي من الخرطوم عبدالإله بالعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مرحبا بك ومساء الخير ورشة اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية ماذا يمكن أن تقدم لليهاز المصرف في السودان؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الأستاذ مصطفى على هذه الاستضافة الكريمة أولا أود أن أشكر بنك المركز السوداني على استضافة هذه الورشة التي تمر على مدى ثلاثة أيام وكل أعضاء المجلس العام هنا في السودان كما تعلمون يعني التعرض للمخاطر ومن طبيعة العمل المصرفي كيفما كان إدارة المخاطر يمن بين الإدارات المهمة والواجبة على كل بنك لكي تتم أو لتيسير عمله المصرفي العادي اختبارات الضغط بالإضافة إلى إدارة المخاطر في الأوقات العادية ما دورها يعني كما تعلمون البلوك تتعرض لمخاطر مثلا مخاطر سيولة مخاطر تشغيلية مخاطر السوق مخاطر لإئتمان في عملها العادي اليومي في خلال الأزمة المالية العالمية 2007 و2008 لماذا انهارت عدد من البلوك في ذلك الوقت لأن وجدنا أنه حينما تكون أزمة مالية أو اقتصادية هذا يؤثر بطريقة كبيرة على البلوك ويجعلها ممكن لن تكون في الاستمرار في أداء عملها اليومي لذلك اختبارات الضغط الدور وهي تعمل على سيناريوهات مختلفة يعني صعبة أو متشددة مثلا إذا كان هناك شح في السيولة لمدة ما ماذا سيقع للبنك إذا كان هناك إخفاق أو تعثر لعدد من القروض ماذا سيقع للبنك يعني هي عدد من السيناريوهات التي يجب على البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية عادة أن تعملها كل البنوك على كل حال فيما يخص البنوك الإسلامية هناك إضافات على البنوك التقليدية فيما يخص مثلا الالتزام بالشريعة وبعد الأزمة المالية 2007 و2008 عدد من المرضمات الدولية واللجنة بازل للإشراف المسرفي قامت بإصدار معايير لاختبار الضغط يعني يكون فيها تعليمات أو معايير للبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والرقابية لتوجيه البنوك التجارية على إعداد برامج لاختبار الضغطها لتوفير رأس المال الكافي والسيولة الكافية والتمكن من إيجاد السيولة الكافية التي يمكن أن تغطي احتياجات البنك في أوقات الشدة كما ذلك في الأوقات العادية للعمل المسرفي نعم طيب سيد عبدالإله يعني تعتبر مخاطر الاعتمان الناتجة من عدم مقدرة الجهة المصدرة للشهادات أو الصكوك في سداد أصل القيمة والأرباح المستحقة عليها من أكبر المخاطر التي تجابها الجهاز المصرفي كيف يمكن تجاوز هذه المخاطر؟ طبعا إدارة المخاطر عموما كما قلنا فيها عدة أشياء فيما يخص مخاطر الاعتمان هناك وسائل أو إمكانيات وأدوات التحوط تحوط لتغلب على هذه المخاطر مثلا فيما يخص مثلا السكوك هناك إمكانيات الاستثمار في السكوك دات تصنيف عالي أو جودة عالية أو على الأقل يعني يجب على المحفظة محفظة الاستثمار البنكي أن تكون فيها يعني منوعة بشكل تجعل كما قلنا هو الأساس هو الهدف من اختبارات الضغط مثل هذه أن يكون عند البنك آلية لمعرفة مثلا إذا وقع عندك تعصر لخمسة بالمئة من السكوك في المحفظة ماذا سيقع بالنسبة لربحية البنك أولا فيما تتمثل هذه الآلية؟ هناك وسائل يعني تحوط تصنيف مثلا أو دراسة التصنيف الاعتماني تصنيف الاعتماني للمشاريع هو شيء مهم إيجاد بالنسبة للمستثمر مثلا البنك إذا كان مستثمرا أو عنده يعني زبائن مستثمرين هل هناك في البنك رأس مال كافي لتغطية الخسائر إذا وقعت في بعض الأحيان؟ هل هناك أم لا؟ يعني اختبارات الضغط هذه تصلح لهذه الأشياء ونرى في سيناريوهات عديدة كيف يمكن أن تساعد في هذه الاختبارات على التعرف على إمكانية إخفاق السكوك أو المحافظة الاستثمارية قبل حدوثها وهذا شيء مهم هناك كذلك أشياء أخرى مثلا مثل دمانات صناديق الضمان التي ممكن تساعد في هذه الأشياء أو صناديق التكافل التي ممكن تساعد كذلك في تغطية بعض الإخفاقات إذا وقعت نعم هذا يقود إلى سؤال آخر كيف تستطيع إدارات المخاطر بالبنوك التعامل مع المخاطر القانونية ذات طبيعة داخلية مثل الاحتيال وعدم الالتزام بالضوابط والقوانين من قبل الموظفين داخل البنك يعني طبعا هناك يعني عدد في مثلا لو أخذنا المخاطر القانونية أو المخاطر الرقابية مثلا هنا هذا شيء هذا يمكن في التعامل أكثر أو ما يسمى بالكمبلاينس يعني التعامل أكثر مع السلطات الرقابية والإشرافية وهنا دور البنوك المركزية يكون عنده دور كبير في هذا المجال كيف دور البنوك المركزية وهو بإيجاد تعليمات دقيقة ومفصلة وتعزيز الشفافية بالنسبة للبنوك التجارية فيما يخص يعني إدارة المخاطر التشغيلية وكما ذكرتم مثلا في الممكن تكون أخطاء أو احتيالات أو كده هذا يدخل في إطار يعني تنظيم العمل الداخلي للبنك فيما يخص مثلا المراقبة أو التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي كذلك الذي يكون عنده دور كبير وهنا ممكن أن ننوه على مسؤولية مجلس مجالس الإدارة كعضو أو هيكل في الحوكمة الذي يعني عنده دور مهم ورأينا بعد الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 قامت عدة منظمات دولية مثل رجلات بازل الإشراف المصرفي أو آخرين بإصدار تعليمات أكثر صرامة في إيجاد المثلث الحوكمة إدارة المخاطر والامتثال يعني هذا المثلث ما يسمى Risk Governance and Compliance طلبت من أعضاء مجلس إدارة أن يكون عندهم اهتمام أكبر بالمخاطر التي تدور التي يمكن أن تقع في البنك وطبعا تحوط منها قبل إيجادها وقمنا في المجلس العام من تقريبا شهر أو شيء هكذا أصدرنا دراسة مع البنك الدولي حول الحوكمة حوكمة البلوك الإسلامية من أكثر من 15 دولة 75 بنك يعني استبيان وجدنا أنه لا زال في بعض الأشياء بالخصوص المشتجدات التي وقعت أو التعليمات التي أصدرت من قبل الهيئات الرقابية أو المرضامات الدولية بعد الأزمة المالية يعني بعد 2014-2015 ليس لا زال هناك نقص عالميا حول إيجاد توازن جيد بين إدارة المخاطر أو شهية المخاطر بالنسبة لمجالس الإدارة سيد عبدالله لنختم هذه المقابلة لضيق الوقت إلى أي مدى استفاد الجهاز المصرفي من الأنظمة المالية في العمليات المحاسبية المعقدة وممدى استفادة الاقتصاد السوداني من تطبيق الأنظمة المالية؟ والله الشيء الذي نطمح إليه وبالخصوص مع التطورات الأخيرة في الأشهر السابقة بالنسبة لإزالة العقوبات التي كانت تقع على جمهورية السودان الشقيقة يعني نتمنى ونطمح الآن بعد إزالة هذه العقوبات أن ينفتح القطاع المصرفي السوداني على العالم أكثر ويكون عنده دور أكبر بالنسبة للصيرفة الإسلامية حول العالم إذا كان هذا الدور كان في السابق في السنوات الماضية قطاع المصرفي في السودان كان يعاني بالخصوص مثلا في العلاقات مع البنوك المراسلة العلاقات مع المنظمات الدولية والمؤسسات البنكية خارج سودان الآن نرى أنه في تحسن ونتوقع أن يكون هناك تحسن أكبر بالخصوص مع دول الخليج وهذا طبعا سيساعد على إيجاد الاستثمارات مثلا في عدة أشياء مثلا في الزراعة مثلا في الصادرات في أشياء هكذا وهذا طبعا سيكون عنده تأثير مباشر على الاقتصاد وعلى التشغيل وعلى التنمية تعلمون إمكانيات السودان كبيرة فيما يخص عدة أشياء الثروات الطبيعية والزراعة يلزمها التمويل الكافي ونظن أن الآن حان الوقت للقطاع المصرفي في السودان أن ينهض نهضة أكثر إن شاء الله شكرا جزيلا لك ضيفي من الخرطوم عبدالإله بالعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كنت ضيفا علينا في الحدث الاقتصادي شكرا نتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية